إلى لبنان حيث استمرت المناوشات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل قرب المناطق الحدودية فيما يخيم شبح الحرب الواسعة على لبنان حيث سهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات الخيام وميس الجبل والطيبة كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي تلت العزية بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام وفي المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف ستة مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من الحدود في مواقع رواسة القرن وزبدين في مزارع الشبعة والرمثة والسماقة في تلال كفرشوبة موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نشعر بقلق بالغ إذا أتصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله تعمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على تهدئة الوضع ومنع التقديرات الخاطئة خطوة متهورة واحدة أو تقدير خاطئ يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بكثير وبصراحة تفوق الخيال دعونا نكون واضحين إن شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى أفدى مراسل الحدث بأن بعثة اليونيفيل بدأت بتحصين بعض مواقعها في جنوب لبنان تزامنا مع التحذيرات من تحرك إسرائيلي عسكري في حين أكدت نائبة المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل كينيس أرديل أن البعثة تراقب الانتهاكات التي تحدث وتضاعف جهودها لتنفيذ القرار الأممي رقم 1701 نراقب الانتهاكات التي تحدث بصورة يومية ونقوم بنشر دوريات والعمل مع القوات اللبنانية كما نعمل كوسيط بين إسرائيل وحزب الله لخفض التصعيد وقد قمنا بمضاعفة جهودنا لتتماشى مع الفترة الحالية كما أننا لم نقلل من مهامنا ونعمل على مضاعفة الجهود لتنفيذ القرار الأممي 1701 طالبنا بإيجاد حلول طويلة الأمد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونشجع الدول التي تساهم في إرسال بعض المبعوثين للمساعدة في الوصول إلى تهدئة الوضع فهي الطريقة الوحيدة التي تنهي الصراع ونحن نسعى لذلك ونستطيع أن نجد الحلول الدبلوماسية المستدامة لأنها الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار قوتنا معرضة للخطر على الأرض ونقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لحمايتهم فهم يعيشون في وسط الحطر عندما يتم تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وقد أصيبت مجموعة من قواتنا ونشعر إزاء سلامتهم بالقلق وأن حض الجميع على تنفيذ القرار 1701 لإنهاء الصراع وفي طر التحركات الدولية لاحتواء التصايد أعرب وزير الخارجي لبريطاني ديفيد كاميرون أنقلقه من تساعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل وزيادة احتمالات الخطأ بالحسابات وذلك خلال التصال مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناجيب ميقاتي وفق ما نقلت الخارجية البريطانية التي أشارت إلى أن كاميرون أكد على أن اتساع رقعة الصراع لا يصب في مصلحة أحد وشدد على أن بريطانيا تريد حلا سلميا للأزمة عن طريق التفاوض وعلنت برلين أن وزيرة الخارجية أنالينا بيب بوك ستزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل مع استمرار الحرب في غزة وتزايد المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا وكذت الخارجية الألمانية أن الوزيرة ستتجه لإسرائيل يوم الاثنين وتنتقل بعد ذلك إلى رمالة ثم إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين ترجمة نانسي قنقر وعلى وقع التطورات دعت وزارة الخارجية الكويتية جميع مواطنيها إلى عدم التوجه إلى لبنان في ظل الظروف الراهنة كما دعتهم إلى مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن وذلك في بيانة رسمي أشار إلى أن الدعوة تأتي بعد التطورات المتعاقبة التي تشهدها المنطقة ونقاش لهذه التطورات ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية دكتور خالد العزي دكتور خالد صباح الخير وأهلا بك معنا هل ما يطرح الآن من إمكانية نشوب حرب مفتوحة بين حماس وبين حزب الله عفوا وإسرائيل مبالغ فيه أم قريب من الواقع؟ صباح الخير لألك للمشاهدين والفريق العامل بالطبع التصعيد المتصاعد على الجبهة الجنوبية يدفع الناس إلى القلق وتحديدا الأوساط الدولية التي هي معنية بنزع فتيل الحرب ومن هنا نرى بأن المشكلة اللبنانية هي ذات طابع مختلف لأن هذه المشكلة كانت في إطار مساندة غزة ومن ثم انزلقت لأن تكون في الدفاع عن لبنان بعد أن فشلت الوساطات بإنهاء هذه الأزمة وبالتالي هناك تعنت من قبل المحور بربطها بالقضية الفلسطينية وتحديدا بمشهدية الصراع التي تدور في غزة لكن الإسرائيلي يقول بأن غزة لها خصوصياتها وطبيعة تفاوضها ومستقبلها أما في لبنان يجب الفصل بينهما وبالتالي كان المبعوط الفرنسي والمبعوط الأمريكي حاولوا أن يقدم ورقة يعني في البداية تؤدي إلى إنهاء الحرب ومن ثم تتضمن نقطتين سحب قوات حزب الله وبالتالي ترسيم الحدود وطبعا هذه الورقة مضمونها الأساسي يعني القرار 17-01 لكن على ما يبدو بأن هناك تعنت وفشل نتيجة السياسة الإيرانية التي تستخدم هذه المنطقة لتفاوضات خاصة مع الولايات المتحدة والهدف الأساسي هو الجلوس على طاولة المفاوضات إيران تريد أن تضمن لها مقعد أو كرسي لكي تكون لاعب أساسي بعد تسعة شهور من هذا الصراع العبثي وبالتالي الإسرائيلي يقول بأنه مستعد لكل الاحتمالات والجبهة الشمالية جاهزة ومن ثم أعطى إشارات بأن إسرائيل مستعدة للدخول في هذه الحرب